خاوية على عروشها حاملة أثار حرب شنها تنظيم الدولة عشرات القرى والبلدات الأشورية من محيط تلتمر وصولا إلى أطراف مدينة الحسكة الغربية منكلا في سكانها من قتل واعتقال وتهجير 23 شباط حجموا علينا داعش الصبح بكير ألاف المدنيين ممن اعتقلهم التنظيم عاشوا رعبا حقيقيا لفترات طويلة لا سيما بعد نقلهم عبر دفعات إلى منطقة الشداد ثم إلى مدينة الرقة قبل أن يفرج عنهم التنظيم فضل الكثير الهجرة إلى البلاد الأوروبية على البقاء هنا لأنه ليش من الرعب كانوا خايفين وما بدوا نضلوا بالمنطقة نهيا وكل السفرات يعني فينا نقول ما بعرف كأنه كان مخطط لأتاجير الأشورية من هون كل السفرات فتحت إيديها وكل عيلة أغدتها وفرقتها يعني كل عيلة ما أغدت على منطقة وحدة يعني وكلهم هلا في منهم باستراليا في منهم بأمريكا في منهم بسويد يعني وفي يعني كل ها الدنيا ضيعوا الأشورية وخفوا الأشورية نهائيا أربع سنوات ولا تزال هذه القرى مهجورة حالها كحال مئات الألاف من السوريين في ريف دمشق، إدلب، حلب والكثير من المحافظات السورية جريمة التهجير ذاتها إنما تعددت جناتو والضحية واحدة اشتركوا في القناة